السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله تغيير زيت المحور او الكورونة الخلفية لسيارات الدفع الخلفي والرباعي لتحسين ادائها وزيادة عمرها الافتراضي يعتمد تغيير زيت المحور الخلفي للسيارة على عدة عوامل مثل نوع السيارة وظروف القيادة ونوع زيت المحور المستخدم وفيما يلي بعض الارشادات العامة تحقق من دليل المالك الخاص بك عادة ما يحتوي دليل مالك سيارتك على معلومات حول توصيات الصيانة وما هو الزيت الذي يجب استخدامه للمحور الخلفي ومتى يجب تغييره يجب عليك على الاقل مراجعة دليل المالك الخاص بك لمعرفة الطول او المسافة المقطوعة بين تغيير الزيت رقم الزيت المتعارف عليه 75 على 80 او 80 على 90 اعتمد على الاختبار البصري يمكنك فحص زيت المحور الخلفي عبر زجاجة عينة او مؤشر مستوى الزيت اذا كان متاحا اذا بدى الزيت داكنا جدا او متسخا للغاية فقد يكون الوقت قطحان لتغييره ارشادات الصيانة العامة يوصى عموما بتغيير زيت المحور الخلفي كل 30 الى 50 ميلا او كل 3 الى 5 سنوات لكن هذا قد يختلف حسب السيارة وظروف القيادة قد تحتاج الى تغييره بشكل متكرر اذا كنت تقول السيارة في ظروف قاسية او تستخدم سيارتك كثيرا استشر ميكانيكيا محترفا اذا لم تكن متأكدا من رقم وموعد تغيير زيت المحور الخلفي لسيارتك فمن الافضل استشارة ميكانيكي محترف يستطيع الميكانيكي التحقق تحقق من حالة الزيت ويقدم لك توصيات بناء على الحالة الفعلية للسيارة تذكر ان تتبع توصيات الشركة المصنعة وتقوم باجراء الصيانة الدورية لسيارتك للحفاظ على اداء السيارة وزيادة عمرها الافتراضي لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة